عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي لقاء موسع مع عدد من كبار المستثمرين الإماراتيين بمصر وشتى أنحاء العالم ذلك في مجالات الاتصالات والطاقة والتعديل والمواني واللوجستيات كما شدد عبد العاطي خلال اللقاء على أن مصر تخطو خطوات اقتصادية ثابتة وسريعة على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات التي فرضتها للطرابات الواقعة في محيطها الإقليمي مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص وحجد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فضلا عن الترويج لمصر باعتبارها مركزا إقليميا لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء اشتركوا في القناة